ينمو إلينا مراسل غد من الخليل ضياء حشية ضياء إذن مستجدات الوضع الميداني لديك المستجدات هو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت في هذه اللحظات كل المداخل المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في وجه كافة الداخلين أو من سكان المنطقة وحتى من الصحفيين القوات توزعت بشكل كبير عند المداخل الرئيسية ومنعت بذلك الحركة بمعنى أن الإجراءات فعليا بدأت لأن الرئيس الإسرائيلي يتحق كيرتوغ على وصول خلال ربع ساعة الربع ساعة القادمة سيصل إلى هنا وبعد ساعة تقريبا ستقام مراسم الاحتفال بإضاءة الشمعدان والشمعة الأولى هذا طبعا تقليد يقوم به رؤساء إسرائيل ولكن المفاجأة هو أن هذه المرة الأولى التي يصل فيها مسؤول بهذا المستوى إلى منطقة الضفة الغربية إلى مدينة الخليل إلى جنوب الضفة الغربية ويقوم في منطقة حساسة أيضا في منطقة الحرم الإبراهيم الشريف ويضيء هذا الشمعدان هذا طبعا شكل إدانة فلسطينية من قبل وزارة الخارجية من قبل أعضاء من اللجنة المركزية الذين رأوا بأن هذا تكريس للاستيطان أيضا منظمة حركة سلام الآن وكذلك مؤسسة كسر الصمت كانت وأعلنت أنها تنوي تنظيم تظاهر رفضا لهذه الزيارة التي وصفتها بأنها مخجلة للغاية بأن يقوم أحد نشطاء اليسار بالوصول إلى منطقة متنازحة عليها ومنطقة فعليا لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل حسب القانون الدولي لذلك منذ عام 1994 حينما نفذت العملية الإرهابية التي قام بها أحد الإرهابيين الإسرائيليين وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطيني من المصلين داخل الحرم الإبراهيمي الشريف وقعت أثرا كبيرا في نفوذ الفلسطينيين خصوصا بأن تبعات هذه العملية الإرهابية أسفرت عن تقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف إلى قسمين وأعطت مساحة قليلة جدا للمصلين المسلمين وأبقت المساحة الكاملة لذلك وصول رئيس الدولة الإسرائيلي إتسحا كيرتسوغ إلى هذه المنطقة هو رسالة كبيرة جدا لكل المستويات في إسرائيل وحتى رسالة بأن اليسار أيضا يدعم ولا يختلف مع اليمين فيما يتعلق بالمقدسات اليهودية التي يعتبرونها بأنها مقدسات ضياع حشية مرسل غد كنت معنا من الخليل شكرا لك ترجمة نانسي قنقر